موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تبدل جهودا للاستفادة من الثروات المعدنية في مصر على النحو الأمثل اقتصاديا خاصة خمير مال البيضاء والكواردس إلى جانب العمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية وخلال اجتماع لبحث فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدنية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة أشار مدبولي إلى أن هناك تكليفا بالعمل على إعداد دراسة متكاملة بهدف توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والألواح الفوتوفلطية كما أكد رئيس الوزراء أهمية الخطوات التي تتم لبدء تنفيذ مشروع إنتاج السالكون المعدنية بالعالمين الجديدة وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس وذلك بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023-2024 وأشهدت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس في عقد جلساته واجتماعات لجانه وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية والأحية نفى المركز الأعلمي بمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن وأكد المركز أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الحكومة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسميا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تضامن الاجتماعية أكد وزير الخارجية سمح شكري حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المشبوقة وخلال اتصال هاتفي من نظيره اليوناني الجديد حرص شكري في مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليوناني على توليه مهام منصبه وقد تم خلال الاتصال التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات التنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الثاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما شاركت مصر باجتماع وزراء الخارجية والتنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بالهند وفي كلمتها أكدت مصر أن خطة عمل مجموعة العشرين لعام 2023 بشأن تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتوافق إلى حد كبير مع رؤية مصر لعام 2030 في مبادئها الحاكمة التي ترتكز على أن الإنسان هو محور التنمية والعدل يشارك مفتي الجمهورية ورئيس الأمانات العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم شوق علامة في فعاليات منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب في مقر الأمم المتحدة بنيوركا والمقارر انعقادها في الرابع عشر من يونيو الجاري وقال مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم إبراهيم نجمة إن هذه الزيارة التي تستمر لأربعة أيام تأتي امتدادا للجولات الخارجية التي يقوم بها مفتي الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي وضعتها دار الإفتاء بوصفها إحدى مؤسسات القوى الناعمة المصرية لتواصل الدينية مع الخارج شهد نائب العام والمستشار حماد أصوي إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار بالعاصمة الفرنسية جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها نائب العام لفرنسا لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين خاصة في التحقيقات المشتركة التي يجريها حول سلسلة من جراء منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة للجنسيات تتطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية وغيرها عبر مختلف البلاد موسيقى موسيقى عقد مجلس نواب الليبي جلسة لليوم برئاسة المستشار عقيل صالح بمدينة بنغازي واستعرض رئيس المجلس ونوابه عددا من الملاحظات على تطورات أعمال لجنة 6 دائد 6 المشتركة والمشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين وتطرقت أراء مجلس النواب الليبي إلى ملف الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعددين من مواد الدستور وعملية الإعمار وتوزيع الثروات وغيرها من الملفات أكد الأمين العام لجماعة دول العربية أحمد أبو الغيط أن كان من المنطقتين العربية والباسيفكية تحتل مكانتان جيوستراتيجية مهمة في ظل النظام الدولي الحالي الأمر الذي يدعو إلى التكاتف ودعم التعاون شدد أبو الغيط على أهمية الدعم المتبادل بين دول العربية ودول جزر الباسيفك في المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بالقضايا العادلة للطرفين وكذلك الدعم المتبادل للترشيحات في المناصب في المنظمات الدولية جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للاجتماع الوزري بين دول العربية ودول جزر الباسيفك المنعقد في الرياض غادر الفوج الأول من قواف الحجاج بيت الله من قطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث سيبدأ خط سير الحجاج الفلسطينيين عبر معبر رفح البرية باتجاه مطار القاهرة الدولي وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة وأعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن حجاج قطاع غزة سيغادرون على مدى أربعة أيام بواقع ثلاث رحلات يوميا باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلة فقط مشيرة إلى أن عدد حجاج الفوج الأول يبلغ 910 حجاج فيما يبلغ عدد حجاج قطاع غزة هذا العام 2508 من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي رئيس وزراء العراق محمد شيعة السودانية والذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق وأقيمت مراسم استقبال رسمي لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له ومن المقرر أن يترأس رئيس وزراء مصر والعراق غدا اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بحضور الوزراء من الجانبين المصرية والعراقية كما سيتم عقد منتدى لريال الأعمال من البلدين ويتم أيضا في ختم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات نفذت القوات المسلحة السودانية عمليات تمشيط لنقاط لقوات الدعم السريع في عدة مناطق وأعلنت القوات المسلحة في بيان لها تجبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية وحضر البيان من أن قوات الدعم السريع يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية للتخفي في سياق المتصل استهدفت قوات الدعم السريع المناطق السكنية بمناطق الأزهرية والسلمة جنوب الخرطوم بالقصف المدفعية والصاروخية وذكرت القوات المسلحة السودانية لاستهدافة أسفر عن مقتل مواطن وإصابة ثلاثة أطفال إضافة إلى تضرر عددا من المنازل يتوصل توافض المصريين وبعض مواطن الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقص الحدوديين وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات خاصة الخدمات الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين ودوي الجنسيات الأخرى المترجم للقناة سنت هيئة الأركان العامة للكوات المسلحة الأوكرانية عن وقوع 25 اشتباكا قتاليا خلال اليوم الماضي كما شن الروس ضربة صاروخية واحدة و36 ضربة جوية و38 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية وأضافت الهيئة أنه خلال اليوم الماضي شنت القوات الجوية الأوكرانية ست ضربات على مجموعات من أفراد الجيش وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية موقعين للقيادة الروسية ووحدتين مدفعية على مواقع اطلاق نار ومحطة رادار أعلنت وزارة الدفاع الروسية أحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع على محور ليسيتشانسك وصد هجوم على محور سوليدار أرتيو مافسك كما أكدت الدفاع الروسية أن قواتها قدت على 470 عسكريا أوكرانيا وأضمرت نحو 15 دبابة من بينها 3 من طراز ليوبارد الألمانية إضافة إلى تدمير منظومة ستورمر البريطانية للدفاع الجوي وإسقاط طائرة هجومية قال وزير البيئة الأوكرانية إن منسوب المياه في البحيرات المستخدمة لتبريد مفاعلات محطة زبوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية مستقرة وكافية وذلك برغم من تراجع منسوب المياه في خزان سد كخفك القريب من جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها بحاجة إلى الوصول إلى نطاق أوسع لمحيط محطة زبوريجيا للطاقة النووية للتحقق من بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة في سد كخفك الذي تهدم الأسبوع الماضي لا تزال تداعيات تدمير سد نوفا كخفك في مدينة خرس تلقي بظلالها ليس فقط على البلدات المحيطة به بل امتدت أضراره إلى محطة زبوريجيا للطاقة النووية في بيان يثير القلق قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة إلى الوصول على نطاق أوسع لمحيط المحطة النووية للتحقق مما اعتبرته تناقلا كبيرا في بيانات منسوب المياه المستخدم في تبريد مفاعلات المحطة عبر سد كخفك الذي تهدم قبل زيارة المرتقبة له إلى المحطة النووية هذا الأسبوع قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إن القياسات التي تلقتها الوكالة من مدخل المحطة أظهرت أن مستويات المياه في السد كانت مستقرة لمدة يوم واحد وأشار إلى أنه ومع ذلك أفادت تقارير بأن منسوب المياه مستمر في الانخفاض في مكان آخر من الخزان الضخم ما يتسبب في فرق محتمل يبلغ حوالي مترين موضحا أن الوكالة لن تعلم الحقيقة إلا عندما تتمكن فرقها من الوصول إلى محطة الطاقة الحرارية بالمحطة جروسي أكد أن محطة الطاقة الحرارية الموجودة بمحيط السد تلعب دورا رئيسيا في سلامة وأمن محطة الطاقة النووية على بعد بضعة كيلو مترات ومن هنا تأتي الحاجة إلى الوصول والتقييم على نحو المستقل ووفقا للوكالة الأممية فإن مياه الخزان تستخدم في تبريد المفاعلات الستة بالمنشأة وخزان الوقود المستهلك بحث رئيس الوزراء الأوكراني دانس شميهال مع نظره الكندي جاستن تودو سبل مشاركة كندا في إعادة أعمار أوكرانيا فقال شميهال عبر موقع التاليجرام إنه قدم الشكرى لنظره الكندي على تقديم بلاد 400 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية إلى كيابة أضاف رئيس الوزراء الأوكراني أن الهجمات الروسية الأخيرة على ساد نوفا كخوفكا تمثل أكبر كارثة من صنع الإنسان في أوروبا في العقود الأخيرة يبدأ حلف شمال الأطلنطي أهم مناوراته الجوية بهدف إظهار وحدات أعضائه في مواجهة تهديدات محتملة لسيما من روسيا تستمر المناورات حتى 23 من يونيو وستضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضوة في الأطلنطية وشركة له إير ديفيندر 23 أكبر رسالة تحذيرية موجهة لروسيا من جانب حلف الشمال الأطلنطي فهي المناورات الجوية الأكبر على الإطلاق للنيتو في تاريخه المناورات التي تستمر عشرة أيام حتى 23 من يونيو ستضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضوة في الحلف وشركة له بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف ما يصل إلى عشرة ألاف شخص شاركون في هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وسواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو مواني واقعة على أراضي الأطلنطي فكرة التدريبات انطلقت عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 على الرغم من أنها لا تستهدف أي طرف على وجه التحديد وتجرى المناورات وسط ضروة الرحلات الجوية خلال فصل الصيف وتتفاوت تقديرات مستوى للطراب الذي ستسببه للحركة الجوية المدنية وتأتي هذه التطورات في ظل تقديرات مؤكدة ببدء أوكرانيا هجوما مضادا ضد روسيا مستخدمة أسلحة من دول النيتو وبالتزامن مع مرور 15 شهرا على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022 هنأ الرئيس الروسي فلادمر بوتن المواطنين الروس بمناسبة يوم روسيا وأكد بوتن أن هذا اليوم يعبر عن وحدات الشعب الروسي متعدد القوميات دعيا إلى دعم المشاركين في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يمثل هذا اليوم استمرارا لتاريخ عظمة ومجد الوطن الممتد لقرون ويؤكد وحدة شعبنا متعدد الجنسيات اليوم وفي هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها روسيا هذه المشاعر توحد مجتمعنا بشكل أقوى وتدعم أبطالنا المشاركين في العملية العسكرية الخاصة حب الوطن والمسئولية عن مصير الوطن ورثناها عن أسلافنا الذين حققوا عملا عظيما وانتصارات عسكرية اليوم نحن نقدر وندرك تماما ما تعنيه إنجازاتهم وتصميمهم الرازخ في الدفاع عن أرضنا هكذا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغون استعداده للسعي من أجل تعاون استراتيجي أوتق بين بلاده وروسيا وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الروسي بلادماري بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا دفع زعيم كوريا الشمالية عن قرار موسكو شن عملية عسكرية في أوكرانيا مبدياً الدعم وتضامن الكاملين لروسيا ومشاهدين بالعودة إلى الملف السوداني واستمرار متابعة وصول الوافدين من المصرين والجنسيات الأخرى عبر معبري قسطل وأرقين الحدوديين ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد التحية لازلت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات اللوجستية والجذائية والصحية المختلفة للوافدين السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين وميناء أبو سنبل النهري كل هذه الخدمات التي تقدم هي اكتهمة لألوان طصة من الأسر والأطفال وكبار السن الذين توفدوا خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة جداً عبر المعبري لكن تستمر هذه الخدمات أيضاً من الجانب التعليمي من خلال لقاء تم ما بين وزير التعليم العالي ووفد سوداني برئاسة السيد صادق عمر عبدالله القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة يعني بحث الجانبان سبل تعزيز البروتوكول الموقع بين البلدين في المجال التعليمي ومدى إمكانية إلحاق الطلاب السودانيين بالجماعات المصرية وأيضاً الأساتذة السودانيين الموجودين في مصر بالجماعات المصرية وهنا أكد وزير التعليم العالي على دعم مصر للسودان في هذه الأزمة وأيضاً دعم الطلاب السودانيين والأساتذة الجامعيين وبحث مدى إمكانية إلحاقهم بالجماعات المصرية وفقاً للقواعد والنظام الذي سيتم الإعلان عنه وفي هذا الصياق وجه القائم بأعمال السفير السوداني بالقاهرة السيد صادق عمر عبدالله الشكر لمصر على وقفتها بجانب الشعب السوداني في هذه الأزمة وتقديم كل أنواع الدعم خاصة في المجال التعليمي وأيضاً المجال البحث العلمي وأيضاً على الجانب الآخر الخدمات مستمرة فيما يتعلق بالنحية الصحية كان هناك وفد من مفواضية شؤون اللاجئين في زيارة لمستشفى أسوان التخصصي تفقدوا كل الخدمات التي تقدم للسودانيين وأيضاً العلاج المقدم لهم في الأقسام المختلفة وهناك تأكيد من مدير مستشفى أسوان التخصصي على دعم وزارة الصحة للمستشفى بكل الأجهزة الطبية وكل المستلزمات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للوافدين السودانيين حتى من يحتاج إليهم إلى التدخل الجراحي أو بعض العمليات الجراحية بالإضافة إلى وجود العيادات المتنقلة في المعابر المختلفة سواء قسطل أو أرقيد أو حتى ميناء أبو سنبل النهري فلازلت كل الجهود متواصلة من السلطات المصرية لتقديم كل الخدمات والدعم المختلف للوافدين السودانيين أشكرك محمود جميل من ميناء أبو سنبل توقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك أن نمو اقتصاد بلده ما بين 1.6 من 10 إلى 1.9 من 10% خلال عام 2024 كان الاقتصاد الألماني انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ليدخل بذلك في حالة ركود هذا ويعرف الرقود بأنه ربعان متتاليان من الانكمش أعلن بنك يو بيأس أنه أنهى الاستحواذ الطارق على منافسه المتعثر كريدي سوز ليتحول إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تبلغ 1.6 تريليون دولار كان يو بيأس وهو أكبر بنوك سويسرا قد وافق في 19 من مارس على شراء منافسه الأصغر حجما مقابل 3 مليارات فرانك سويسرية وتحمل ما يصل إلى 5 مليارات فرانك من الخسائر بعدما زج انهيار ثقة العملاء في كريدي سويس بالبنك إلى حافة الهوية ودفع سلطات السويسرية إلى التحرك لتفادي أزمة مصرفية أو سع نتاقا وفق البرلمان العراقي على ميزانية عام 2023 والتي تبلغ 198.9 تريليون دينار أي ما يوازي 153 مليار دولار تشمل إنفاقا قياسيا على فتورة أجورا حكومية متزيدة ومشروعات تنموية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عكز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عرقي وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عكز ميزانية مسجل في عام 2021 وقال المشارعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارا البرميل وتوقعات بتصدير ثلاثة ونصف مليون برميل نفط يوميا منها أربعمائة ألف برميل يوميا من إقليم كردستان هذه أول الثاني على مدارة المالية ونأخذ الموارد من إكمال إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين رازخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانية التي تطيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النصر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستوى يعقد الحوار الوطني غدا ضمن المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العامة وعلى توازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والاقتمان والديون وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أكد أنه تم مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولابد من أن يتوافق عدد النواب مع زيادة السكانية موضوعات مهمة من موضوعات المحور السياسي والتفصيلية طبعا كان في نقاش داير حوالين عدد النواب سواء المجلس الشيوخ أو في البرلمان طبعا ده مرتبط بزيادة السكانية التي حصلت في مصر والمدن الجديدة فكان فيه فلسفتين أو رؤيتين فرية بتقول نبقي على الأعداد زي ما هي وممكن نقللها كمان لبرلمان أكثر فعيلية وقال لي احنا بالنسبة لنا مع زيادة عدد السكان والمدن الجديدة محتاجين نزود احنا كنا مع الرأي ان احنا ممكن نزود بس زيادة ما تبقاش كبيرة عشان تسهل فيه طبوات ما بين عدد النواب والنظام الانتخابي اللي هو يتبع ليه فعشان احنا بالنسبة لكون معنا حرية في انختيار نظام انتخابي مناسب هو احنا شايفين الزيادة مثلا توصل ل600 غير النواب اللي بعانهم سيادة الرئيس في البرلمان النقطة التانية عملية التفرغ احنا بالنسبة لنا عندنا استحقاق دستوري دستور 2014 فيما يتعلق التفرغ التام لنواب البرلمان سواء البرلمان أو الشيوخ زي ما حددتك عارفة ان هو طبعا ان هو الدور اللي بيقديه نائب البرلمان أو نائب الشيوخ ده دور مهم جدا سواء ان هو عنده دور بالنسبة له يقوم بالتشريع سواء كان عنده دور رقابي على المؤسسات والحكومة عموما او سواء كان عنده دور فيما يتعلق بنقل نبض الشارع فيما يتعلق بالخدمات اللي بتقدم فيه المحليات فهو بالنسبة له احنا شفنا من الحوار الوطني وتعقيد الامور وتعقيد النقاشات يعني عشان ننقش قانون واحد في التعليم لجنة ومئات المتحدثين عشان احنا نوصل لسياغة قانون او لمسودة قانون نوصله فنائب البرمان مطلوب منه ان هو يكون فاهم الكلام ده ثم يكون عنده مساعدين وثم يكون سينك تانك مش هيقدر يؤدي هذه المهام وهو مجغول بشغله الخاص او بشغله في الوظيفة وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوافد اكد انه لابد ان يكون النواب متفارغين للعمل بمجلسي النواب والشيوخ خلينا نتكلم على التفرغ الاول هو على عضو مجلس النواب طبعا ان هو يتفرغ لعدوية مجلس النواب من خلال ممارستنا للحياة السياسية والدور التشريعي اللي احنا يعني تقريبا قعدنا فيه فترة كبيرة جدا جوه المجلس انا يعني من رأيي المتواضع ان هو لازم عضو مجلس النواب يكون متفرغ لدائرته لحنا الدائرة النهاردة بتعدي يعني مش الاصوات بس يعني بتكلم على عدد اعضاء عدد الناس اللي في الدائرة كلهم بيعد النهاردة بتعدي المليون والاثنين مليون النهاردة لما يبقى متفرغ هقدر رفضة للناس وكمان مش اقدر اللحق عليهم يعني دي كتير جدا وطلبات الناس كتير جدا وخدماتهم كتير جدا انما لما يكون معايا شغلة تاني جنب عضوية مجلس النواب دي طبعا مش هتخليني اقدر اسعف قدر كبير من الناس ان انا اقدر اخدمهم خلال الخمس سنين اللي بكون فيهم تحت قبة البرامان في مجلس النواب بالنسبة للشيق التاني من السؤال اللي هو عدد اعضاء مجلس النواب برضو من رأيي ان عدد اعضاء مجلس النواب والشيوخ كمان كويس ان الشيوخ يعني ابتدى اول دورة للشيوخ بعد فترة عدم تواجده الفترة اللي فاتت دي حتى من قبل الثورة دي طبعا حاجة محترمة جدا ان يكون في الشيوخ يساعد النواب في اتخاذ القرارات والتشريع القوانين ولكن عدد اعضاء مجلس النواب ان عدد 600 في مجلس النواب و300 في مجلس الشيوخ ده برضو غير كافي في الشرع المصري عدد السكان بيتزاهب بشكل كبير جدا احنا كنا من حوالي خمس سنين حاجة وتسعين مليون دلوقتي وصلنا 105 مليون بكرة هيبقى في عدد جديد بعد وفي عدد جديد يبقى لازم النهاردة عدد مجلس النواب عشان يقدروا على الاقل يكف جزء كبير من دايرتهم لازم مش اقل من 1000 نائب وده طبعا اللي تعمل حسابه في المشروع الجديد اللي هو انشاء مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية السيادة الرئيس يتم بشخصيا دي حاجة محترمة جدا فيه هناك اكتر من 1000 كورس تقريبا فانا اتمنى ان يكون في تعديل طبعا وده اللي بيتمه من ركاش تقول لنقاش ناجه دلوقتي في الحوار اتمنى ان دا يتحط على الساحة ويتحط نصب اعين المسؤولين ان لازم عدد اعضاء مجلس النواب والشيوخ يزيد عشان يقدر يكفي التداري السكاني بتاع مصر واللي جاي كمان مش دلوقتي بس وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري اكد ياسر عبدالعزيز الكاتب الصحفي ان عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ مرتبطون بنظام الانتخابية الحوار الوطني هو حالة يعني مجتمعية وسياسية مطلوبة وملحة وهو ايضا يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وايضا ان تصور ان اقتراب سياسي زكي جدا لانه هيؤدي الى ان يجمع كل اطراف العمل السياسي والابتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة وكما رأيت فانه الاسقف عالية وبالتالي من الممكن جدا ان نخرج بمجموعة من الافكار ومن مجموعة من المقترحات التي يمكن ان تؤدي الى تغيير سياسي حقيقي لكن كل هذا الامر طبعا يتوقف على ان مخرجات هذا الحوار والجد منها والضروري والذي يمكن ان فعلا يصب فيه تعزيز المصلحة العامة يمكن ان يلقى قبولا وتفعيلا من خلال القيادة السياسية وهذا الامر اعلنته القيادة السياسية وتعهدت بالالتزام به وبالتالي فما ذال التفاؤل موجودا تنظم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اليوم صالون نقاشيا حول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني تضر الجلسة الاولى من الصالون حول ملف عدد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتفرغ لعضوتي المجلسين من حيث كفاية العدد واهمية تفرغ النواب للعمل النيابي ورواتب النواب وتناقش الجلسة الثانية قانون حرية دول المعلومات اكد رئيس مجلس الوزراء انصاف مدبولي ان ما يتم اتخاذه من اجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية يهدف لدعم قطاع الصناعة وتوطينها وكذلك العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعتها مجددا تأكيده على استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعة المصرية وعدد من رؤساء الغرف الصناعية ومسؤول المصانع والشركات في عدة قطاعات حيث اكد مدبولي ان الاجتماع يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها ان تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة مشاددا على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلية بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية جهود غير مسبوقة قامت بها مصر في طريقها للعبور نحو العالمية في مجال الخدمات اللوجستية لتقدم تجربة فريدة ونموذجا حازة اشادة عالمية يعتبر تطوير القدرات اللوجستية المصرية واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا كبيرا بالتزامن مع سعي مصر نحو التحول إلى أن تكون مركزا مهما للتجارة العالمية تطوير القدرات اللوجستية للدولة واحد من أهم الملفات التي شهدت نجاحا خلال العقد الماضي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية أفادت تقدم مصر بمعدل 48 مركزا منذ عام 2014 وحتى عام 2019 ليصل إلى المركز الثاني والخمسين عالميا في حين تقدمت البلاد خمس مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الثالث والعشرين البنك الدولي وفي مؤشرات له في مايو الماضي حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجستية أعلن تقدم ميناء بورسعيد ثلاثة مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالميا لعام 2022 وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحويات من بين 348 ميناء حول العالم استراتيجية تحول مصر لمركز للتجارة الدولية واللوجستيات جاءت من خلال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الدولة الاستراتيجية متكاملة على مدار الأعوام السابقة في عدد من المحاور على التوازي محاور تشمل إنشاء ممرات لوجستية زراعية كانت أو صناعية أو خدمية أو في مجال التعدين فضلا عن إنشاء شبكة طرق ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والمواني فتتوافر بمصر جميع المقاومات لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات خاصة وأنها تتميز بموقعها الاستراتيجية على البحرين المتوسط والأحمر فمنذ عام 2014 يستحوز قطاع النقل على أهمية كبرى لدى الرئيس السيسي نظرا لكونه قطاعا حيويا يخدم كل قطاعات التنمية في الدولة فتابعت الدولة سياسة مرنة ومتطورة شاملت التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطيها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهرية مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات كان هناك ضرورة لتطوير المواني وتهيئتها للتصدير ومع إنشاء تجارة الترانزيت تزايدت الحاجة لربط مصادر الإنتاج سواء زراعيا أو صناعيا أو سياحيا أو تعدينيا أو خدميا وذلك من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية هذا ولا تزال الدولة بقيادة الرئيس السيسي عازمة على استكمال خططها ومشروعاتها القومية الطموحة التي بدأتها منذ عام 2014 لتطوير كافة شبكات البنية التحتية وفي مقدمتها مرافق النقل المتمثلة في المواني البحرية والمطارات الجوية والمعابر والمنافذ بالإضافة إلى المحطات البرية والحدودية لتولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير وتحديث الشبكة القومية للطرق علاوة على البدء في تشييد أول شبكة للنقل السككي السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تتواصل توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من موقع مصر الجورفي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وتستهدف توجيهات الرئيس السيسي أن تكون مصر محركا للتجارة العالمية وأن تكون كافة الاستثمارات بقطع الموانئ وتنمية ظاهيره باستثمارات مصرية على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة ويالي الاهل في الترتيب اندية اسم ميلاني الايطالي وبرشلونة الاسباني اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة